الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تبدل قصار جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية حيث عقد لقاء مع طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس واستمع لأراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات وخلال اللقاء أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2016 حقق إنجادات عظيمة بفضل الله ودعم المصريين وتضحياتهم حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بنسبة تراوح بين 5 إلى 5.5% وكان من المتوقع تحقيق معدل نمو يقدر ب6% أو أكثر مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم كله وقال الرئيس السيسي إن الدولة نفذت حماية اجتماعية شاملة ومستهدفة حيث استهدفت فئات معينة من الشعب وعملت على توفير السلع الأساسية في الأسواق لتفادي ارتفاع أسعارها بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية نتيجة ارتفاع الطلب أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الأدوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 32 شهيدا بينهم 6 أطفال إضافة إلى 215 مصابا وأشارت وكلة الأنباء الفلسطينية إلى أنه تم انتشال جثمين ثمانية شهداء من بينهم طفل وسيدتان من تحت حطام أحد المنازل التي دمرها طيران الاحتلال الليلة الماضية في حي الشعوث بمخيم رفح جنوب القطع هذا وأصيب نحو 40 مواطنا في القصف الإسرائيلي في رفح ونقلوا جميعا إلى المستشفى لطلق العلاج هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا غدا الاثنين بطلب من دولة فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن الطلب الفلسطيني لقي استجابة واسعة من أعضاء مجلس الأمن وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مطالبا المجلس بإدانة العدوان والعمل على وقفه رفعت بنجلاديش أسعار الوقود بنحو 50% في خطوة ستقلص عبء الدعم ولكنها ستزيد من الضغط على التضخم الذي تجاوز 7% ويعد اقتصاد بنجلاديش الذي يبلغ حجمه نحو 416 مليار دولار أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم منذ سنوات ولكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى زيادة فطورة الواردات تسلمت دفعة الثانية لمبادرة ابدأ حلمك السينما بن إيديك تسلمت دفعة أغسطس تسلمت شاهدات التخرج كما تم استعراض فعليات مبادرة صيف بلدنا وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية يذكر أن مشروع ابدأ حلمك السينماية السينما بن إيديك تضمن دورات متخصصة في كافة مجالات السينما منها السيناريو الإخراج التصوير المنتاج والهندسة الصوتية والفيلم التسجيلية وغيرها وتأتي مبادرة تصيف بلدنا في إطار خطة وزارة الثقافة بالخروج إلى الجماهير في أماكن التجمعات وتقديم الخدمات الثقافية والفنية مجانا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل